السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم بداية القوة النتائج أساسيات معينة الآن نتأكد من المدق هذا نحن عملناه كأخر شيء لو تكبس كبس يمين اللود موجودين البيمات لو كبسة واحد بكفي بعرف انه خلص اللودات كله موجودة طبعا عشان كيف تطلع هذول النص تكبس كبس صح line object مشان تشوف البيمات شو انواع البيمات فكلمة properties ببين لك كل بيم شو خصاصه فكل الخصاص البيمات تدرب بيم 3060 الآن في عندي خيار الرن هناك ادفانت ساب فير اوبجيكت مرات لما تعمل الرن الموديل هاذ ما رح يطلع لك نتائج بتكون هاي حسب الاجهزة فانت لما تعمل الرن وما يطلع معك جواب شو بتعمل بتعمل هاي صح هاي اول شغلة هسا فيه كمان فيه شغلة هاذا لما يحل البرنامج بيحل على طريقة اسمها finite element method انو بقسم لك هذا الشكل لمربعات وبصمم كل مربع وبعمل analysis لكل مربع هسا كل ما كانت المربعات اكثر يعني اصغر فعليا كل ما طلعت نتائج اضق فهون انت بتحدد له كيف بدك المش تبعتك اللي هي الشبكة المربعات فامثلا كل واحد بوينت اثنين متر عندي مربع فاذا انت خليتها واحد كل مربع يمثل واحد متر فبرضو المربعات هاي ولكن كل ما قللت الرقم كل ما رح يطول بالنتائج ولكن بيطيك نتائج اضق فلو انت خليتها نص امورك كويسة ولو خليتها بوينت ورقم صغير الجهاز رح يهلق معك اللي اذا كان جهازك متطور كثير 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 فاذا خليتها نص رح يطول شوي بس رح تطلع اموره تمام يعني رح يطيك دائج كويسة ولو خليتها نص انا برتاحها نص صراحة وكل ما صغرتها كل ما يطلع شكل مومنت دياجرام معك زي ما كنت اتعلمه بالجامعة اما لو خليتها واحد ستجدت المومنت دياجرام غريب انا لم اخذت مومنت دياجرام مثل هكي لا انت اخذتها بس هو تصمم على المش فكل ما صغرت المش بصر عندك مومنت دياجرام او شتير دياجرام مثل ما بدك اكوز زيادة فخليها نص ميش ايه انت على اي بتصمم على ايش المنطبس 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 تمام اه جهزنا الرن ملهج داعي اه اه متر كل واحد متر نشوف قديش تسليحه تمام فاحنا اذا سلحنا الواحد متر اللي هون اكيد الواحد متر اللي جنبه نفس الشي والواحد متر اللي جنبه نفس الشي والواحد متر لحد ما تصير معي شبكة حديد فبالتالي انا شو بعمل بدي ارسم ديزاين ستريب شرائح تصميميه للفلات سلاب بتكون كل واحد متر من خلالها انا بعرف عندي انا من خلالها انا بعرف عندي كم بحتاج حديد بالمتر ومن خلالها بقدر ارسم فبالتالي شو بنعمل نرسم ديزاين ستريب شرائح تصميميه بتقدر تجيبه من هون او درو ديزاين ستريب شرائح تصميميه بس هون بدك ترسم عندك في عندك لاير اسمها اي و لاير اسمها بي اي يعني افقي و بي يعني عمودي او انت بتقدر تحكي الاي عمودي والبي افقي بس الفكرة انه تخلي الاكس لحال والواي لحال عشان تميز فانا بدأ افرض الاي هو الافقي فايش بعمل هس هون start with left right هسه الفلات اسلاب هي study area الها واحد فبالتالي انت بتخلي هاي نص واللي تحتها نص واللي تحتها نص واللي تحتها نص هاي شو معناها انه انه انت لما ترسم خط هاد الخط من يمينه فيه نص ومن يساره نص فبالتالي بطلع واحد فتمام شو بعمل برسم خط مثلا بيغطي المبنى من بره تمام كيب بيغطي لهون تقريبا ها لهون نقول 30 متر شو بتعمل بعدين بتعمل escape عادي بتضلله بتروع على خيار edit بتروع على خيار replicate وبتحكي انه انت بدك تكرر هاد الاشي لتحت لتحت كل كم كل متر كل متر بدي خط كل متر بدي خط فبحكي بكرره سالب واحد يعني انزل انزل لتحت مسافة متر كداش بدي اكرره بدنا نقول نقل نقل المسافة تقريبا 30 قول بدي اكرره 35 مرة هاي لو بدك تشوفها ها طلع اه لو تعمل هون design strip شو بث فطلع كيف هيك بصمم الشريحة يعني ها خلينا امسح لك اللي هون هذول اللي هون عشان تشوف انت تميز شو يعني معنى الواحد متر هاي اللي ارسنتها طلع هاذا خط هاذا design strip واحد مصر من اليمين نصلي يسار فانا هاي المنطقة بشوف قداش التسليح عليها ومن خلالها من خلالها بعمل من خلالها بغطي الاسلاب كامل تطلع هيك ان الاسلاب عندي كامل مغطية تمام هيك تقريبا انا الاسلاب كامل مغطية عندي فشو بجدر اجيب الحديد عكل مكان بالهاي عشان العيونك ترتاح شو اللي هاي هاذا شو بنعمل بنرسم كمان مرة design strip بس على طبقة اسمها بي وبرط ونصاص خليها تغطي المبنى كامل هاذا الاسلاب بس يعني فليان الول هذا المهتم مثل الجوز وهذا هاذا الاسلاب بس يعني فليان الوشيله رياحي تغيب صراحة بس عادة من شرح يلثني ما يبتصميم بظلله بعمل replicate هسا هاي بتخليها صفر انا بدي اتحرك اليكسك بدي اتحرك اليمن يعني واحد وبرضة بتكرره 35 مره يعني زي هيك فهيك انا شو عملت عملت design strip design strip فهيك انا شو بعمل بجيب كل المومنت وشير على الاسلاب كامل نعمل safe ومورنا تمام فبالتالي هسا احنا شو عملنا عملنا design strip مشان اشوف قديش المومنت على الاسلاب طبعا في خيار انك تشوف المومنت على الاسلاب بدون بدون الاسلاب هاي بس هي عشان شريحة وتصممها اساسها هس شو بتعمل تعمل خيار run هاي run analysis and design او تعمل من هون run analysis and design لا تعمل analysis لحاليا انك تجيب قيم المومنت بس run analysis and design يعني في خيار تصميم تقدر تصمم باسلاب تأكدنا من المش نص اموري تمام اه تأكدنا من الموديل الموديل اموري تمام هسا شو بتعمل تعمل run analysis and design هسا بتستنى علي عمل رن طبعا اذا الجهاز او اذا المسمى هذا البرنامج بالعربي او كان بخط عربي يعني انت كنت بسمي مجلد اسمه مشروع وهذا مسمي يعني second placement ما رح يعمل run تمام هسا هو قاعد بعمل analysis لل load case 1 و case 2 و case 3 هسا رح يطول فانا رح اوقف يعني رح ارجع خلي الفيديو يشتغل مباجرة بس يخلص run بس يخلص run عشان يكون اكثر اه طبعا ال run ما خلص لسا بعمل يعني بجوزره ثلاث دقائق طبعا بس بدي تعرف شغلي واحدة يعني ملاحظة هسا هو ليش قاعد بطول يعني طلب بعمل ريئا لساسة المرة الخمستاش لل case 1 و رح يملهز ل case 2 و case 3 يعني بديو شغلة ثلاث دقائق اربع دقائق بس بدي تعرف شغلي انه هاد الاشي بعملو عشان قاعد بيحسب deflection بتتذكروا load cases اللي حطيتهم هسا انا ده ما بدي اعمل run هسا انا شو رح يصير عني هسا انا ال slap عندي فالفرض انها حققت deflection تمام ونفرض انها حققت deflection فاذا حققت deflection خلص انت شو بتعمل بتروح على load cases وبتمسحهم ليش لانه خلص معي لهم داعي لانه انت خلص لكيسز هادال عشان deflection فاذا انا اتحقق معي long term deflection اموري تمام ليش ماشان صدر run اسرى يعني ان شاء الله هسا بس يعني يخلص run والفيديو جاء نقرأ نتائج ونحس انه النتائج عنا فيها خلل اه شو بتعمل رح اشطب لك load cases ورجيك كيف الرن رح ياخذ منك يعني بجوز نوز دقيقة تمام فالفكرة انه انت لما تعمل run عشان تشيك على deflection واذا شيك ماك deflection وكان safe يعني اموره تمام خلص شير اللوت cases وصير مشان المومنت صير غير قراءات اه انرجع نوقف الفيديو عبين ما يخلص انا حبيت احكي الملاحظة يعني نعم حسا هو خلص run خلص run هيطلع عليه النتائج فهون هذا اللي طلعه هو ال undeformed shape ال undeformed shape اللي هو شكل deflection يعني لو انا اجي اعمل 3d اه هيك الاسلاب عندي انا مواقع طلع كيف عندي هون deflection تمام حسا هذا ال deflection ناتج يعني ال dead load لحاله احنا منعرف انه عملنا long term deflection long term deflection فهون كتب لك تحت maximum deflection point 21 مليمتر يعني طالع الى فوق ونازل لتحل سالب ثلاث ملي تمام احنا بنطلع القراءة السالبة وهون هاي خطوط كنتورية باللون الاخضر يعني تقريبا رينجها من 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 سالب اربعين لاربعين مثلا النهدي سالب ثلاث وعشرين ايش ملي طبعا لان انا مختار الوحدات بالملي تمام فاصلا احنا احنا من اول اه من اول ما عملنا المخطط لمعمارة بتتذكر هون ما قلتلكوا هاي المسافة سبع متر فكيد ان بين انه deflection رح يكون اعلى deflection بهاي المنطقة او هاي المنطقة اعلى deflection فعليا ان المنطقة هاي و المنطقة هاي عليهم deflection كثير عادي يعني ها طلع عليهم deflection فعلا هون طلع اثنين ونصف ملي وهون ثلاث ملي تمام بس احنا ندنا نوجد deflection اه long term بتكبس على هاي او بتروع على display show different shape بتروع على load combination بتروع على long term deflection تعمل apply لما تعمل apply قل لك انه minimum deflection اللي هو فعليا اعلى deflection هو سالب 23.4 ملي متر تمام؟ هاذا ال deflection الالا عوبل دقيقة بس نيجي هون save نيجي هون عندي deflection من deflection from safe بساوي بساوي ثلاث وعشرين ملي متر ايه اثنين وثلاث سنتي تمام؟ ثلاث وعشرين مت اربعة تمام؟ هسا احنا بنشوف الالاوة بال deflection الالاوة بال deflection من الكود بساوي ماتين واربين هاذا ال long term deflection كان عندي الواجهات زجاج تكون L على 480 مام؟ الال الال هي طول المنطقة عليها deflection من هون بتجيبها؟ بدي اجيبها من ال auto card نشوف المسافهات تقريبا من هون لهون مثلا او هاي من هون لهون شوف الاطول بينهم هاي احنا فتحنا ال auto card بس استرنا يفتح ونشوف هل هو محقق deflection او مش محقق deflection تمام؟ هاي المخطط المعمارة من يجي تقريبا للمنطقة هاي بس لا يفتح معي تمام؟ تقريبا يعني المسافه من هون يعني تقريبا تقريبا من هاذا العمود او من حد الاسلاب من هون مثلا لحد هون تقريبا لك هاي المنطقة اللي عليها deflection مثلا نقول 6.5 متر 6.6 نروعها لحاسبة تمام؟ 6.3 240 نضربه ب1000 سنكون بالمليمتر نشطر معي 26.5 هي اصلا 26.5 الالاوبل deflection حسب الكود هو 26.5 مليمتر الثالث deflection اللي عندي أقل من الالاوبل أقل من المسموع واناتوا ايش اموري اناتوا هاي السلاب هاي السلاب التماكد 15 ملي من شيكة على deflection لانا عندي هاي بالواقع لو انا اقلقتها 6 سنين 10 سنين 15 سنة الاثنين سنتي هاي اللي نازل ما راح تأثر عندي أبدا ما راح تأثر عندي فايك انا شيكت على deflection deflection اللي عندي قل من المسموح معنة اموري تمام لو كان اكبر من المسموح شو بتعمل؟ ممكن بتزيد رتبة الخرس يعني كيف يعني؟ يعني بتصير مثلا 35 ميجا باسكال احنا صعب نحصل على 35 ميجا باسكال او ممكن تكون غالية واشان هيك احنا عاملينها ثلاثين او كانت 25 ميجا باسكال وما شيكت deflection تجرب بزيد رتبة الخرسانة ممكن كمان ممكن تزيد السماكة عشان ما يبطل عندي deflection ها عندي حلول كثيرة يعني ممكن تخط بيمات تخط بيمات يعني تمام هيك احنا شيكنا ايش على deflection كانت اموره تمام حيث اننا نشيك على تكبس على هاي او تسبلي بانتشير تزاين احنا كلمة انسي انسي نتكالكوليته يعني هاي مرتكزع بيم يعني هذا العمود مش رح يخترق البيم اكيد يعني وبخترق إسلاب فبتطلع دائما هذا القيم اقل من واحد منات امور بالديفلكشين بالبانتشيار كويسة لأن هاي النسبة معناها كبارعا في التمت فاي يعني في ألتم القصدي في ألتم القصدي في ألتم القصدي هذا أقل من واحد من اللود اللي عندي أقل من اللود اللي بتحمله الخرسانة معناته اوكي معناته اوكي تمام فبتلاحظ عندي انو هاي القيمة بوينت ثلاث اثنين بوينت ثلاثة بوينت ثلاثة والبيم كان على عمود بالزبط تلاقي انو ما اندي بانشنك شير ابدا بس ولانو العمود نصفه جاي على البيم ونصفه جاي على الاسلاب فحصل عندي اختراق اختراق خارجي هاي اعتبر انو اكستيريور بانل بتلاحظ انو كله اقل من واحد على ما اظن كل اقل من واحد معناته ايش بانشنك تيك احسا احنا شاكنا بانشنك شير احنا شاكنا على موري تمام بس ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون تشيك على المومنت اللي هي التسليح تمام اه طيب في حال كان البنتينج شير كم شيك تشمد بتزيد السماكة او عرض العمود طبعا سماك تستقف او بتحط كاج اللي هي لكلهم كابيتل وبتحط تروب هاي الحلول اذا كان عندي البنشنج شيف مش تمسيف وبتحط حديد حديد للثقب طبعا هاذ السيف هتقدر تصمم عليه احنا هون لانه ما عنا اصلا ما عنا بنشنج شير فما رح تكون فعالة في حديد ان شاء الله بالفيديو الجاي رح احكي عنه اقولكم عنه اللي هو شو بصير كيف انا ممكن احل مشكلة البنشنج شير اه بدون ما عمل بدون ما بدون ما زيد السماكة او عرض العمود او داد درب في حديد للبنشنج شير خاص في هم هيك بكون هالفيديو انتهاء عرفنا كيف نعمل الموديل عرفنا طبعا هون كل النتائج بيقدر تطلع من خلالها اه هسا المهم اهم مش شيكنا البنشنج شير وشيكنا على على الدفليكشن وكانت اموري تمام على سماكة 18 سانتي هاي الاسلابي خلاص ممتازة يعني انا فعليا ما في داعي اج اعمل سماكة الاسلاب هاي 20 خلص المهمة ما دخلني فيه زيد حديد قال ما بدك حط حديد خلص هاي الاسلاب امورها تمام واس الفكرة انه ما في داعي اتحط تزيد سماكة الاسلاب اكثر من 18 المنمان فيكنس مشي كوز فشفت لو حطيتها 20 بتلاقي قيم اكثر جليلة ليش انه صارت اجاب لكم الف عقل